على الرغم من إبدائه الأسف لما آل إليه الجدل الداخلي في إيران بشأن التسجيل الصوتي الذي سرب عنه مؤخراً إلا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم يعتذر عما جاء في التسريب الأمر الذي يكشف عن عموق الأزمة والصراع السياسي بين أجنحة النظام في طهران انتقادات ظريف وشكواه من أن الحرس الثوري جعلت دبلوماسية وسياسة إيران الخارجية خاضعة لاحتياجات ساحة القتال في المنطقة أثارت الجناح العسكرية الأقوى في البلاد فتحرك ضباط من وحدة استخبارات الحرس الثوري وداهموا ليس فقط مكتب ظريف بل وداهموا كذلك مكتب الرئيس حسن روحاني وصادروا عددا من الوثائق لينكشف في رأي مراقبين بعد آخر من توازنات القوى والصراعات السياسية في الداخل الإيراني قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في إيران أما دوليا فقد وجه تسعة عشر عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة تطالب الرئيس بايدن بإجراء تحقيق بشأن ما قاله ظريف في التسريب من أن جون كيري مبعوث الرئيس لشؤون المناخ وعضو مجلس الأمن القومي أبلغه بنحو مئتي غارة إسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا قبل وقوعها كما أن ظريف أشار في التسريب إلى أن بلاده دخلت إلى الحرب في سوريا بطلب من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لباه الحرس الثوري وجناحه المؤيد له في النظام الإيراني وكذلك أشار إلى المحاولات المتكررة من جانب روسيا والحرس الثوري لإفشال الاتفاق النووي مع الغرب الأمر الذي يكشف عن قدر من التخادم الإيراني الأمريكي في المنطقة من جهة وعن احتدام الصراع الداخلي بين أجنحة النظام من جهة ثانية وكذلك عن هشاشة التحالف المعلن بين موسكو وطهران موسيقى موسيقى موسيقى